وفي شأن المتصلة كدت القيادة والعليا للجيش المستخدمين العسكريين يحتفظون بحرية اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة التي تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة وبما يعبر عن إرادة الشعب واختياره الحر وحسب بيان الوزارة الدفاع الوطني يؤدي العسكريون باللباس المدني حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على خرار جميع المواطنين على مستوى مكاتب التصويت العادية والمسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن فيما يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوضة بهم أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات السارية المفعول أما فيما يتعلق بالأفراد العسكريين المتوجدين على مستوى الوحدات الميدانية فيمارسون حقهم الانتخابي في مكاتب الاقتراع القريبة من مكان عملهم أو على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة والمخصصة لذلك في الولايات المعنية بهذا الإشراء